تلتحق بسرب الطمحين لاستخلاف بوريس جونسون الذي أعلن عن استقالته بعدما دعا وزراء من حكومته وأعضاء البرلمان عن حزبه المحافظ بذلك لترتفع لائحة المتنفسين على منصب رئاسة الوزراء إلى تسعة مترشحين من داخل حزب المحافظين ترشحات تظهر رغبة معلنة لدى المترشحين للدفع للخروج من سلطة الفضائح التي شابت ولاية بوريس جونسون والتي دفعت به الخروج من الباب الضيق وهو ما يؤكده سيل إعلانات الانسحاب في حكومته والتي بلغت 38 عضوا على رأسهم وزراء المالية والصحة طلبوه جميعا بالتنحي ولم يعد أهلا لقيادة حكومة المملكة المتحدة في نظرهم وذلك من أجل مصلحة البلد ورغم محاولة جونسون التمسك بمنصبه وتجاهله لمطالب الحزب ورفضه إجراء انتخابات مبكرة إلا أن تنامي الضغوط عليها دفع به في الأخير إلى الانسحاب وهو ما جعل المتتابعين يؤكدون أن الحزب يبقى أقوى من الزعيم في الديمقراطية البريطانية معطيات توحي جميعها بأن المنافسة على رئاسة حزب المحافظين وبالتالي رئاسة الحكومة المقبلة تنظر بصيف حار سيحمل الكثير من الجدل والتجاذبات في بيانا